هناك فقه يسمى بفقه الأولويات وفقه الأولويات هذا هو تغليب الشيء الأولي على ما يريه بمعنى أن الطريق ليستفد منها كل الناس المواثيق والمعاهدات الدولية ليستفد منها كل الناس الجيش اللي بيدخل الجيش ويؤدي الخدمة العسكرية يستفد منه كل الناس الفتوى العامة مع الغنماء يستفد منها كل الناس يبقى الأولويات الشيء الضروري من الضروريات اللي هي بتوفيد العامة يجب تغليبها أيضا على الأشياء الأخرى يبقى فيه مهم وفيه أهم الطريق العام إياكم والجلوس على الطرقات قالوا لا بد لنا من الجلوس يا رسول الله ما لنا بد من الجلوس علينا قال إن أبيتم فأدوا الطريقة حقها قال وما حق الطريقة يا رسول الله قال قدوا البصل وكفوا الأذى والأمر بالمعروف والنهجة عن الموكر يبقى أنت كده أديت حق الطريقة غرض البصل كف الأذى عن الناس أنت تبقى تشرج عن الناس تكف أذىك عن الناس ترد السلام للناس تغمر بالمعروف وتنهى عن الموكر لو فيه أي موكر في الطريق تشيره لو فيه أي معروف تزوده وتغمر الناس بالمعروف ما تلاقيش واحد بيكسل في الطريق العام وتسيبه ما تلاقيش واحد باسك داخل مستشفيات أو مصلحة حكومية أو شيء أو مؤسسة حكومية ويخرج فيها وتسيبه دي فكرة الأولويات دي لهم أول شيء تحافظ عليه ما تلاقيش واحد بيكسل في مكان معايق حكومي أو بيخصش عام وتسيبه لا ما هو ده اللي احنا بقول لنا بيقول وانا مالي كلبة وانا مالي دي بتجلب وراها خراب للكل ما تلاقيش واحد بيسرق طيال كهرباء وتسيبه ما تلاقيش واحد بيخرب في عامل الجنارة أو واحد بيخرب في بعض الدور العبادة سواء كريسة أو مسجد بتسيبه لا ما تلاقيش واحد بيخرب في عربيات ناقلة عام أو في قطار أو في طائرة أو في ده أو ده أو في سجرق أي شيء يخص العام ما تسموهش احنا أخبرنا النهاردة كل السلبيات دي هاي احنا بنحصدها كل ده بنحصد والله والأجيال اللي جاي بتحصده برضه مش عايزين نبقى سلبيين أكتر من اللازم علشان بكرة ما نجزمش لأن احنا السبب أحيانا أحيانا كثيرة دي الانسان مننا بيشوف قدامه أشياء وبيسكت عنها ما انت لا تدفع تمنا واحد بيخرب في كبرى أو في منشآت من منشآت واحد بيلوث بياه النيل واحد بيرمى ماية في الشوارق كده بيخسر العربيات بياه وده 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 ما كله ده انت بتدفع تمنا يبقى فق الأولويات تغليم المصلحة العامة على الخاص انسان متهرب من الجيش تبت انتهرب من الخدمة العسكرية البلده ما انت زيك زي اللي راح زي اللي راح وطلع زي اللي لسه يروح ده شرف ليك انك تؤدل حكمة العسكرية دي انسان بيجا فيفتر الناس بيغير علمه النهاردة كتر كل واحد تكلمه في الدين كله بجا على مقديمه طب ده انت لما بتبقى عندك أي قلم بتروح للدكتور المتخصص علشان خاطر يكتب لك العلاج النهاردة بجا كل دكتور في الدين كل جابني ما تكلمه لك عارف يا عم ما تتقبش روحك أنا هارف اللي هتقوله ايه أنا عارف الحكم يا سيد رايح نفسك لما واحد يسأل صلت يلاقي عشرين واحد من اللي جاعدين جاوبه فهو بيسألك انت فبالدين الدليل ما يعرفش ده انت عشان تاخد دواء انفلونزا اللي بتسأل دكتور صدر ولا دكتور متخص تقول الأمر كذا بيقول أخوت كذا انما ده احنا بجينا كلنا مفتيين وعلماء دين وبجينا كلنا عندنا ماشي على الله لا قوة إلا بالله يبقى البنت متعرفش حتى تدخل الحمام تنظف نفسها وتفتي في الدين تبقى الواحدة متعرفش حتى فرائد الوضور ويجيبوها على التلفزيون قدام الناس كلها وتفتي في الدين يبقى الواحد ما يعرفش أركان الغسل وأنا أركان صناة الجنازة ويطلع على شاشات التلفزيون في القنوات الخاصة ويفتو ويتكلم وإيه سبحان الله سبحان الله وده السبب اللي نحن نفيد الوقت والله يبقى فيه العيال بكرة بعد أولد بكرة بعد الفتوى بغير عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر